عقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف لقاء موسع مع رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف والمواقع الإلكترونية لاستعراض رؤية الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية وتوضيح أهم ملامح المرحلة القادمة أكد عبداللطيف خلال اللقاء على الدور الحيوية الذي تلعبه وسائل الأعلام المختلفة في دعم مسيرة التعليم في مصر وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتطوير العملية التعليمية مضيفا أن التعليم ليس قضية الوزارة وإنما قضية وطن يجب أن نتشارك بها كافة الأطراف لتحقيق نقلة حقيقية بالمنظومة التعليمية تنعكس على الطلاب شهد اللقاء نقاشا مفتوحا حول مختلف النقاط والأمور والقضايا التي تشغل الرأي العام